اشتركوا في القناة رفع فيها سموه الى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم اسماءات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة واعرب سمو وزير شؤون الديوان الملكي في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والازدهار وبما تحقق من انجازات ومكتسبات حضارية وتنموية في شتى المجالات بفضل رؤى وتوجيهات جلالته السديدة في قيادة مسيرة التحديث والبناء التي تشهدها المملكة دعيا سموه المولى العلي القدير ان يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وطول العمر ويحقق لمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة